اشتركوا في القناة القمر مازال موجود بالعقرب لغاية ساعات الظهور تقريبا وبهاي الفترة طبعا من الآن لغاية ساعات الظهور منكون اكثر تطرف في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة ومنشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت ضغط عاطفي او اشي في العلاقة بالاحباط العاطفي بوسعنا شراء بوليس التامين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او امور العلاقة بشراء او استيجار بيت جديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا اول زاوية اللي هي ما بعد الحلقة ذكرناها في الامس يعني زاويتين ولكن بيجوا بعد الحلقة مباشرة فعشان هيك منعيدهم الزاوية الاولى هي من الزوايا البطيخة البطيقة البطيخة البطيقة اللي لها علاقة بالمريخ وزحل وهي من الزوايا اللي لها تقريبا بحدود الاسبوع زاوية تربيع سلبية بين المريخ وزحل رح تكون فيه تمام الساعة 6 و19 دقيقة مساء بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما انها بتتزايد العصبية وعليه يجب ان نتمالك عصابنا ضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة وممكن يتفاقم اي شعور بالملل وبيتحول الى امتعاد داخلي بينعكس على علاقتنا مع الغير طبعا الها تأثيرات سياسية ما رح نحكيها العلاقة بالتعصف والقمع والقرارات والجيش والامن والشغلات اللي زي هيك وحتى على امور الها علاقة بالاغتيالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين نبتون رح تكون في تمام الساعة 7 و46 دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بمجالات زي الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي ما بعد منتصف الليل زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 12 و35 دقيقة ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 6 و27 دقيقة صباحا بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية اما بعد هاي الزاوية في عنا خلو المسار خلو المسار هذا بيبدأ الساعة 6 و27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و48 دقيقة بعد الظهر برضو بتوقيت جرينيش وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه ما قبل خلو المسار وهيك بكون القمر انتقل الساعة 12 و48 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش لبرج القوس منشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتاجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى علم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة او الافكار في هاي الامور وبرضو امور الى علاقة بالمغامرات موسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اما بالنسبة للزوايا ما بعد خلو المسار هي اول زاوية زاوية التثليث ايجابية بين عطارد و اورانوس رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة عشر دقيقة بعد العصر مننشط فمنباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في نفس الوقت بتعزز قدرتنا العقلية فبيسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر علينا مسبقا اننا نحلها ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس لانه بديش صير نصف بدر يعني الربع الاول رح يكون هذا في تمام الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين زاوية تقابل سلبية رح تكون بين الزهرة والمشتري رح تكون في تمام الساعة عشرة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتفذير وسوء التدبير وكما أنه ممكن أنه شوي الميزان التجاري أنه صير فيه نوع من أنواع العجز التجاري الخارجي بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بتم تضييع الكثير من الموال في الدعايات للمنتوجات مع هيك ممكن تلاقي بعض الاستحسان المطلوب لدى الجماهير طبعا بالنسبة للقمر رح يكون في القاوس خلو المسار القادم رح يكون يوم 27 ثمانية رح يكون في تمام الساعة 11 و 59 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة 35 و 36 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر إلى الجدي أما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع 7 أيام في تمام الساعة 59 دقيقة صباحا بيصبح 8 أيام نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في العقرب ورح ينتقل للقاوس حكينا ورح يظل فيه لغاية يوم 27 ثمانية المزاج سعيد حتى ساعات المساء بعدين بصير منتحس عطارد في العذراء حتى يوم 5 تسعة المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة اليوم مزاجها منتحس يعني بدأت بالانتحاسة لأنه الآن بالمقابلة صارت فعشان هيك بتضعف قوتها وبتصير منتحسة المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج بس هو بميلة الانتحاسة أكثر المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة المزاج منتحس زوحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة المزاج منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 واحد 2021 مزاجه منتحس نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 احداش مزاجه ممتزج إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما أنه عندنا انتقالين الانتقال يعني ما بين بيتك الثامن وبدو ينتقل البيت التاسع فعشان هيك اليوم المزاج بظل غاية ساعات الصباح متقلب شوي في نوع من أنواع الحدية والعصبية موجودة عندك من ساعات الظهر تقريبا الجو بصير إيجابي بتشعر بطاقة كبيرة وبتنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا وبصير عندك قدرة على إنجازك كثير من الأمور ولكن الأهم أنك تسيطر على عصبيتك قدر الإمكان وما تتخذ قرارات وما تتسرع بالأحكام خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا من أورانوس اللي شوي بميلة الانتحاسة باليوم فبحدث مفاجآت على المستوى المالي أو اضطرابات مالية أو ممكن شوي التقلبات إما مصاريف زيادة أو اهتمام بوضع مالي معين أو ظهور بعض الأعباء المالية ممكن شوي يعني يظهر بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالوضع الصحي أو بوضع صحي بتعلق فيك أو في غيرك أو في أمور إلها علاقة بالمصاريف المنزلية في منك رح يدخل أو يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبورصة أو بالأسهم أو بالعملات أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء لغاية ساعات الصباح متوترة فيها نوع من أنواع الحدية والعصبية والتقلب بالمزاج وهذا الإشي بسبب نوع من أنواع النفور للأشخاص اللي حواليك أو الامتعاض من بعض التصرفات اللي شوي ممكن تكون متسرعة منك بدك تركيز عالي أو تركز بشكل جيد اللي عنده امتحان أو مقابلة لغاية ساعات الظهر بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحدود أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا من الظهرة اليوم فيها نوع من أنواع الإرباك أو الارتباك لمسألة عائلية أو لوضع عائلي معين ممكن تظهر بعض الاهتمامات المنزلية أو إشي بتعلق بالبيت أو بالعائلة أو بوضع أحد الأشخاص اللي له علاقة بالبيت ممكن شوي يكون مربك أو يسبب لك نوع من أنواع الاضطراب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي تقريبا يعني عندك حساسية عالية حساس وشوي متقلب المزاج حديت الطباع واضحة عندك متقلب بشكل سريع جدا اليوم نفسيتك حساسة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر شوي بتمتلئ النشاط وبصير عندك رغبة للتقرب بالأحباء أو الاجتماع معهم أو التواصل معهم وممكن تتراجع عن قرار سابق أو الفترة هاي تسمح لك بالنوع من أنواع التصالح أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني شوي في لها بعض الاهتمامات الخاصة اللي لها علاقة بالعمل والصحة فممكن يكون لك اهتمامات عالية أو زيارة لمستشفى أو مراجعة طبيب أو اهتمام بصحة أحد الأحبة في منكوا رح يهتم بالمسائل الصحية بشكل كبير وفي أشخاص رح يهتموا بمسائل العمل اللي ممكن تظهر بعض الأعمال اللي ما يقدروا ينجزوها أو تتراكم عليهم الأعمال بشكل سلبي فعشان هيك بدون شوي التركيز وعشان ينجزوا أعمالهم وما يخلوها تتراكم من ساعات تقريباً الظهر بتصير الأجواء إيجابية يعني وبيطمئن بالكوا لبعض المسائل أما بالنسبة للبيت السابع طبعاً بيت الشراكي ما في أي مشاكل بتتعاملوا أنتو والشركاء بشكل ودي طبيعي على حسب طبيعتكم بدون أي تدخلات فلكية صحيح الأجواء في البيت السابع ضاغطة شوي ولكن إجمالاً عندك القدرة على السيطرة عليها والتحكم بأعصابك وردات فعلك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعاً القمر موجود لغاية ساعات الظهر فممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهمش أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو في ملف أما من ساعات ما بعد الظهر طبعاً القمر رح ينتقل يصير في البيت التاسع فعشان هيك شوي الأمور بتصير إلى تركيز على أمور بالسفر أو التفكير بالسفر أو اتصالات بعيدة أهمش أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قياة السيارة ما بين المدن أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعاً بتكونوا حذرين على سمعتكم فترهاي ما تجازفوا ما تغامروا ما تخالفوا القوانين ما تدخلوا بأي شيء مشبوه لأن هذا الإشيء بسبب نوع من أنواع الإرباك على مستوى السمعة وبعض الأشخاص بسبب لهم نوع من أنواع الإرباك أثناء تعاملهم مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل وممكن مشاكل أو ضغوطات عمل أو نقاشات أو حوارات شوية تكون حادة أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء تقريباً تحمل نوع من أنواع الإيجابية أثناء تعاملك مع أصدقائك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تنشط بلقاءات اجتماعية أو تواصل اجتماعي أو مؤازرة من الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعاً نبت موجود بزيد الوسواس والقلق من بعض المسائل وبوترك فعشان هيك قلق على المستوى الصحي وقلق على مستوى العمل هذول أكثر شغلتين ممكن يظهر عندك أو يعني شوي هيك شك في بعض الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم برج الثور طبعاً أول مشكلة هي عندك التقلب على المستوى النفسي اليوم يعني فيه نوع من أنواع الضغوطات أو التقلبات النفسية عندك وخصوصاً أنه هاي الأجواء القمر يعني بمكان حساس جداً بالنسبة لإلك بسبب لك نوع من أنواع التوتر والتقلب المزاج أو الإنزعاج من مسائل أو ممكن يكون لك ردات فعل سلبية أو اتخاذ قرارات شوي يكون فيها نوع من أنواع إما الحدية الكاملة وبعض الأشخاص بيكون عندهم قرارات تحايل وبرضو الإبتعاد عن المسئولية أو التخلي عن المسئولية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريباً نقدر نحيي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم فممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الأرباح أو المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي في منك رح يتم ببعض المسائل زي أشياء طارئة إلها علاقة بدفعات أو التزامات يعني بتحمل نوع من أنواع القلب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً على مستوى تنقلاتك وحواراتك اليوم فيها نوع من أنواع الحدية شوين مزاجك حاد أو عصبيتك حادة فممكن تظهر عصبيتك بشكل واضح أثناء اتخاذ قراراتك أو أثناء الحوارات بدك تضبط عصابك قدر الإمكان حاول أنك يعني ما تفوه بكلام شوي يكون جارح أو لاذع بالفترة هاي لأنه شوي هاي التقلبات ممكن تسبب لك بعض المشاكل بدك تركز بشكل جيد أثناء نقاشاتك حواراتك إذا كان عندك امتحان برضو بدك تأخذ بعين الاعتبار أنك بدك تكون مستعد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريباً روتينية يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تقريباً مسيطر على الأمور كل ما اقتربنا لساعات الظهر كل ما صارت الأجواء أحسن ممكن تنشط ببعض الأعمال أو إنهاء بعض الأعمال اللي إلها علاقة في البيت أو ترميمات أو تصليحات أو أمور إلها علاقة ببعض المشتريات أو الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريباً دعملة لك بشكل قوي جداً عاطفياً أنت بأوج الفترة هاي وبرضو بقدرة تواصلك مع الأحبة الأمور اللي إلها علاقة بالهوايات أو إلها علاقة بالنشاط الفكري أو الفني أو التجميلي أو حتى التواصل مع الأحبة أو الأبناء أو الوالدين كلها هاي إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً يعني نقدر نحكي أنه لأنه شوي بدها نوع من أنواع الاهتمام على مستوى العمل يعني ما تهم العمل معين ما تتقاعص بإنجاز أعمالك وبرضو ما تهم الوضعك الصحي لأنه الفترة هاي شوي فيها نوع من أنواع التقلبات وفيها نوع من أنواع الاضطرابات أما بالنسبة للبيت السابع فطبعاً يعني شوي فيها نوع من أنواع الخصام والخلافات إجمالاً على مستوى بيت الشراكي يعني القمر موجود أساساً في بيت حساس جداً اللي هو بيتك السابع فبتحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر ومن أكثر الأيام الشهر فيها نوع من أنواع الضغط خصوصاً بأي علاقة إلها علاقة ما بينك وبين الشريك أو الزوج حاذر من الخصام وما تعاند أحد اتجنب الخلافات كلياً خصمك بالفترة هاي دائماً قوي وطباعك شوي مش هادئة يعني العصبية مسيطرة والتسرع ضاغط عليك في ساعات الظهر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة لأن القمر بصير في البيت الثامن انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بأمور ثانوية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيجيب لك أخبار سلبية بيجيب لك أشياء مزعجة إلها علاقة بالخارج أو إلها علاقة بدولة ثانية أو إلها علاقة بموضوع بتعلق بالسفر أو قضايا قضائية أو أمور إلها علاقة بالإجراءات القانونية شوي هاي طبعاً بتسيطر على نحكي ثلثين برج الثور الفترة هاي أما بالنسبة للثلث الآخر اللي هم اللي ما إلهم علاقات فهذولة بيهتموا بالنقاشات والحوارات والدراسة ومور الجامعات الدراسات العليا الأشياء هاي هاي اهتماماتهم أو المشتريات اللي من دول أجنبية فعشان يحاولوا تضبطوا عصابكم اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بده يركز بشكل جيد ويمتعد عن المواجهات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت العاشر فما في أي مشكلة يعني عملكم وإنجازاتكم بتحافظوا عليها بشكل جيد وعندكم قدرة على إنجاز كثير من المهام أو المسئوليات خلال هذا اليوم وفي منك رح يكون له نوع من أنواع التعامل الإيجابي ما بينه وبين زملاءه أو رئيسه بالعمل أو ينظروا لك نظرة إعجاب أو تفاني أو تسمع نوع من أنواع المديح على بعض الإنجازات الفرصة جيدة للتقديم لطلبات عمل أو لعمل جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء مش سلبية ومش إيجابية يعني ممكن تنشط ببعض المسائل الاجتماعية أو لقاء بعض الأصدقاء أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن بالمقابل ممكن تستاء من تصرف بعض الأصدقاء أو إهمالهم أو تجاهلهم أو استغلالك في بعض الأوقات أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء يعني فيها ضغط يعني هائل بالفترة لأنه المريخ بشكل زوايا حد جدا فعشان هيك الأمور بدك تنتبه لها أمور العلاقة بالصحة أو تقلبات الصحية بشكل مفاجئ وأمور إلها علاقة بالعمل إما بتراكم أو ما بيصير عندك رغبة بإنجازه أو شوي بيصير فيه نوع من أنواع العصبية في مكان العمل أو في عمل معين برضو بتحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق على أحد الأحباء وشوي بتظهر لك بعض الأعداء الخفين برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريبا كل ما اقتربنا إحنا لساعات الظهر بتصير الأجواء أحسن بالنسبة لك شوي نفسيا بترتاح ممكن تخف بعض الضغوطات عليك ممكن يطبئن بالك من بعض المسائل بتنشحن بشوي الطاقة ممكن تكون إيجابية وتساعدك في إنجاز بعض الأمور ولكن الأهم إنه تنتبه إنه سهل جدا استفزازك بالفترة هاي وسهل جدا إنه يجي شخص يسحب من طاقتك أو يشحنك بطاقة سلبية يخليك تتوتر وتعصب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية اليوم بتحمل نوع من أنواع القلق العالي جدا شوي بترغباتك للمصاريف أو للصرف أو لا يعني التفكير في مسائل مالية ولكن عادة بتفكر فيها بشكل سلبي مش بشكل إيجابي يعني أمور إلها علاقة يعني شوي في بعض موليد برج الجوزاء الطمع أو الاحتيال أو أشياء إلها علاقة بالرغبة بمالي الغير هاي تزعلوش مني لأن هاي رح تكون موجودة مش منكم هي تأثيرات كواكب رح تكون موجودة حتى لو طبعكم مش هذا الطبع فممكن ترغبوا بتملك أشياء أنتوا مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نشطة على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات ابتدعمك وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتواصل أو إقناع بعض الأشخاص بوجهة نظرك أو حتى بالمقابلات أهمش أنك تكون مستعد وجاهز إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ما تهملها بالعكس استغلها بشكل قوي وخصوصا إذا إجت ما فيه ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك لأنه عندك أول شي الشمس وعطارد اثنين موجودين بقوة فعشان هيك بعززوا الأمور اللي إلها علاقة في البيت وعلاقتك مع أفراد العائلة بيصير فيه نوع من أنواع التلاقي أو التقارب على مسائل معينة ممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت متراكمة أو أعطال أو ممكن اهتمام تصليح صياني أشياء من هذا القبيل يعني اهتمامات عائلية وبيتية بتكون عالية جدا بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا روتينية يعني ما فيها الشيء القوي ولكن من ساعات ما بعد الظهر ممكن شوي يصير عندك رغبة لخروج أو لممارسة هواي معينة أو للتواصل أو الاتصال مع بعض الأحبة يعني رغباتك بالفترة هاي بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت السادس يعني الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه ممكن ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها أو من كثافة الأعمال راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك ومن ساعات الظهر القمر بصير في بيت الشراكي مقابلك تماما عشان هيك بترغبوا في تعزيز شراكاتكم أو تواصل مع أزواجكم بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم ولكن بدك تحاذر من الخلافات وما تضخم الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء حادة على مستوى الأموال المشتركة وهي بتجعلك فريسة سهلة لأشخاص نصابين أو محتالين أو أشخاص يتآمروا عليك فعشان هيك بدك تحذر من بعض الأشخاص ما تثق بأي حد إلا إذا كنت بتعرفه تماما ما توقع على أي ورقة أو أي عقد بدون ما تقرأه بشكل جيد وتستشير أهل الإختصاص فيه حاول أنك تضبط ميزانيتك بشكل جيد وحاول أنك تحافظ على مقتنياتك من السرقة أو الضياع أو النسيان أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية كلما اقتربنا لساعات الظهر بتعزز اتصالاتك وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد ممكن شوي تهتم لبعض المسائل العلمية أو دراسة أو جامعة أو أمور إلها علاقة بالامتحانات والمناقشات والتنقلات أهم شيء أنك تكون حذر أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة وإذا كان عندك امتحان دك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا شوي بدك تنتبه لسمعتك اليوم ما في داعي للمجازف ولا المغامرة ولا لمخالفة القوانين بدك تكون حذر جدا وتتعامل بمنطق وعقلاني ووضوح كامل وكمان برضو بتعزز علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء طبعا ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يوترك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بصديق أو بمعرفة بيستغلك أو بيحاول أنه يضحك عليك بالفترة هاي يحاول أنك تكون صاحي للأمور هاي وبرضو ما تدخل بحدية أو نقاشات وما تنفعل وتتهور وتطور أمور شوي يكون فيها نوع من أنواع الجراءة أنت وصديق أو أنت ومعرفة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس موجود اللي بيحدث المفاجآت اللي بتيجي مش بالحسبان وهو سلبي اليوم فهو بيحدث بعض التطورات أو المشاكل على مستوى العمل ممكن يراكم عمل أو يجيب لك عمل شوي ما تقدر تنجزه بالكامل أو خطأ معين في عمل معين أو مشكلة في مكان العمل هاي وحدة الثانية لبعضكم بيجيب أشياء لها علاقة بالتقلبات الصحية فبظهر بعض المشاكل الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ اللي بتسيطر عليكم فيها الضعف فعشان هيك بتكون تحذروا وممكن يكون الاهتمام بصحة أحد الأحبة طبعا الأجواء بتظل إيجابية ودعملة لكم لغاية ساعات الظهر صحيح أنه فيها شوي التقلب بالمزاج لأنه الظهرة موجودة عندك واليوم منتحسة شوي عواطفك بتسيطر عليك تقلب المزاج الأوهام القلق على بعض المسائل توتر من بعض المسائل هذا شوي بنعكس سلبي عليك وبسويك عصبي أو بيخليك ما تقدرش تحلل الأمور بمنطقية وعقلانية أكثر يعني تلاقي العاطفة سيطرت عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بتظلها ضاغطة على المستوى المالي أو مصاريف أو دفعات أو التزامات بتتعبك وبترهقك خلال هذا اليوم ولكن مع ساعات الظهر الأجواء بتصير إيجابية وبتفتح لك مجالات لها علاقة إما بتحصيل مالي بيجي من عمل إضافي أو مكاسب مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا قوية جدا على مستوى الحوار والاتصالات وبتعطيك رغبة قوية جدا على الإقناع أو قدرة على الإقناع عالية ورغبة بالتنقلات أو بأمور إلها علاقة باهتمامات إما بسيارة أو بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو بالهواتف مثلا أو أمور إلها علاقة بالامتحانات أهم شيء أنك تكون حذر أثناء تنقلاتك يعني ما بدك تكون واعي وخصوصا أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد وتدرس على أساس أنه تمضي الأمور على خير إذا كان في نقاش أو حوار يعني أضبط أعصابك من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما فيه أي شيء بالعكس الأجواء الروتينية بتتعامل مع البيت والعائلة بشكل روتيني ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي بتتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام زي مسألة عائلية تظهر بشكل مفاجئ أو أمور إلها علاقة بتصليحات وترميمات أو واجبات منزلية ممكن تؤديها بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الخامس فالفرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وهذا الأمر بظل داعم معك لغاية ساعات الظهر يعني هاي الفترة أكثر حظا وبرضو من أجمل أيام الشهر من ساعات الظهر القمر بصير في البيت السادس بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر ممكن يتراكم في العمل أكثر من المعتاد وتجدوا نوع من أنواع صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا اليوم تفتح نوع من أنواع المجالات اللي فيها حدية أو عصبية أثناء التعامل مع الشركاء شركاء المال أو ما بين الأزواج الأجواء حادة بطبيعتها فعشان هيك سهل جدا الاستفزاز أو سهل جدا إنه ما تستوعب الأمور أو ما توصل الرسالة بالشكل الإيجابي للشريك فتحتدوا وتعصبوا وصير في خلاف ما بينكم اثبتوا أعصابكم وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى الاهتمام بالأمور المالية المشتركة ممكن بعضكم يهتم ببعض المسائل البنكية أو قروض أو ديون أو ترتيب حسابات أو يعني محاولة تحصيل مبلغ مالي معين أو إدخال تعديل على وضع مالي أو داعم يكون لإلك يعني يدعمك بوضع مالي معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة وبتحمل نوع من أنواع المشاحنة أو التقلب بالمزاج على أشياء لها علاقة إما باتصال بيجيك من خارج البلاد أو أثناء تعاملك مع أجنبي أو واحد مثلا مقيم خارج البلاد بيستفزك بكلمة أو بموضوع أو بيصلك خبر شوي مزعج إلوه علاقة بالخارج أمور إلها علاقة بالجامعة بالدراسة بالمعاهد برضو بتسبب لك نوع من أنواع الحدية أهم إشي إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم بدك تركز بشكل جيد وخصوصا الامتحانات الجامعية وتنتبه أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة إذا عندك قضية قضائية ما تهملها وما تهمل حيثياتها لأنه ممكن تتطور يعني وتصير مش لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة يعني بدك تضبط عصابك قدر الإمكان ما في داعي للمجازفات ولا للمخالفات ولا للمغامرات ولا لمخالفة القوانين يعني حاول ما تشوه سمعتك نهائيا بالفترة هاي واضبط عصابك أثناء التعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فشوي بيجيب لك نوع من أنواع التوتر من بعض الأصدقاء أو المعارف شوي ممكن تحتد من بعض التصرفات اللي بتكون مستفزة من صديق أو من معرفة بيحاول يدخل بشؤونك أو ممكن أنه يهمل تطلعاتك وتصوراتك ورغباتك فهذا بيسبب نوع من أنواع التوتر فعشان هيك قدر الإمكان بدك تضبط عصابك أثناء تعاملكم مع الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب خالي ما في أي كواكب ممكن أنها يتأثر عليك بشكل سلبي ولكن هو بظل اسمه بيت المتاعب ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية أو مسائل إلها علاقة بالعمل بشكل كبير أو بصحة أحد الأحبة أو زيارة مريض خلال هذا النهار برج الأسد بتظل الأجواء حادة ومتقلبة بالمزاج وضاغطة عليك إلى غاية ساعات الظهر بعدين الأجواء بتتحول بشكل جذري وسريع جدا بتطورات هائلة جدا بتعطي قدرة يعني طاقة عالية جدا ورغبة للتقرب الأحبة أو الخروج أو تغيير الجو نفسيتك مرتاحة مرح واضح تماما بيكون على نفسيتك وهذا الإشي رح يشحنك بطاقة إيجابية وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على المستوى المالي فعشانك بتفتح فرص لبعض موليد برج الأسد إلها علاقة بمكاسب مالية بتيجي إما من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو هدايا أو نوع من أنواع الدعم إشي بطمئن خاطبك يعني الأجواء إيجابية على هذا المستوى ولكن يعني ما تجازف كثير بمصاريفك والتزاماتك رتب أوضاعك بشكل جيد بتلاقي الأمور مشت معك بشكل ممتاز أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك بالأشياء اللي مش لازمة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتدعمك بشكل قوي كل ما اقتربنا لساعات الظهر وبتعزز من قدرتك على التواصل والإقناع وتوصيل المعلومة بس الأهم أنك تضبط أعصابك من الآن لغاية ساعات الظهر ما في داعي للتسرع ما في داعي لأصدار القرارات ولا الفرامنات ولا للعصبية ولا الحدية بالطبع دك تضبط أعصابك قدر الإمكان بالفترة هاي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وتدرس تستعد إذا عندك تنقلات يعني بدك تكون منتبه أثناء تنقلاتك لأن الفترة هاي شوي الفكر بكون مشتت وخصوصا لغاية ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود في بيتك الرابع لغاية ساعات الظهر بعدين دي انتقل للبيت الخامس وهو موجود في البيت الرابع ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية ممكن تبدو قلق وممكن تتدمر لأقل الإشارات من ساعات الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة لأن القمر بصير في البيت الخامس وبتحمل هاي الفترة نوع من أنواع الإنفراجات والتطمينات والرومانسيات فعشان هيك يعني فترة إيجابية وبتدعمك بقوة وخصوصا من ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا هنا بدك تنتبه على مسائل ما تهملها إلا علاقة بالعمل أو تراكم العمل أو عمل مهم ما تهمله بدك تنجزه بالكامل ما تخلي أعمالك تتراكم وبرضو ما تحاول أنك تنجز أكثر من عمل مع بعض وفي أمور إلا علاقة بالصحة ممكن أنها تظهر على الساحة اتوترك ممكن الوضع الصحي هذا يكون إلك أو لا أحد الأحبة اللي أنت بتهتم فيهم أو بعزوا عليك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي ما في أي مشاكل تتعاملوا ما بينكم بين أزواجكم أو شركاء المال بشكل روتيني على حسب طبيعتكم على حسب العلاقة ما بينكم أما بالنسبة لبيتك الثامن الأجواء ممكن تظهر بعض المسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن قلق من دين أو قلق من تحصيل دين لإلك أو مطالبة بأموال لإلك أو ممكن تظهر لك بعض الأشياء أو الالتباسات عن مستوى قروض أو ديون أو بنوك أو عقد معين أو إشي العلاقة بالالتزامات أهم شيء أنك تحافظ على مقترياتك من السرقة والضياع وتنتبه من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا المريخ موجود في البيت التاسع هو بجيب لك أخبار مزعجة من خارج البلاد أو ممكن تقلق على شخص خارج البلاد أو ممكن تتوتر من شخص إلو علاقة إما أنه أجنبي أو مقيم خارج البلاد برضو بتجيب بعض التوترات لبعض الأشخاص من موليد برج الأسد على مستوى جامعة أو أكاديمية أو معهد أو على مستوى دراسي امتحانات مؤسسات تعليمية ممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو الحدية بالطباع حاول أنك ما تصدر قرارات وإذا عندك امتحان جامعي أو عندك دراسي بدك تركز بشكل جيد وما تتسرع أثناء الإيجابة إذا كان في عندك قضية قضائية أو أمور قانونية ما تهملها نهائيا أما بالنسبة لبيتك العاشر فبيت السمعة برضو بقولك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تدخل بأشياء مشبوهة بالفترة هاي وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل ممكن شوي ينتقدوك أو يوجهوك بمسائل معينة أنت ما تتقبل النصيحة بالفترة هاي فعشانك ممكن يحتد أو تتقلب بالمزأج أما بالنسبة لبيتك 11 فالأوضاع على مستوى الأصدقاء روتيني يعني تواصلك روتيني ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الزهرة والزهرة لها علاقة بالعواطف وبما أنها منتحس اليوم معناته دير بالك من بعض الأشخاص اللي ممكن يستعطفوك ويحتالوا عليك ويستغلوك فتعطيهم اهتمام أكبر بعدين يتخلوا عنك أو أنك تتوهم بعض الأمور من بعض الأشخاص يعني أنهم بدهم يساعدوك وفي الآخر رح يخذلوك وما رح يساعدوك أو ممكن أنه يختفوك وبرضو أمور لها علاقة بالوضع الصحي فعشان هيكي ممكن تظهر بعض المسائل الصحية بشكل مفاجئ ممكن توترك وخصوصا بدك تنتبه لمسائل لها علاقة خصوصا الذكور لبرستاتا والالتهابات أكثر نقطة أو عرضة أنت بالفترة هاي لا إلها برج العذراء طبعا اليوم أنت الأجواء عندك يعني أنت مشحون بطاقة بلشت الأجواء تتحسن بشكل إيجابي بما أنه القمر كان موجود عندك وانتقل لكن اليوم من ساعات الظهر يعني شوي الأجواء رح تختلف شوي رح يكون فيه نوع من أنواع السلبية لأنه القمر رح يكون في زاوية تربيع مع برجك بوجوده فعشان هيكي شوي هذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك لما بدخل على برج القوس هذا مش برج حليف لا إلك فعشان هيكي يحاول أنك تنجز أعمالك المهمة والضرورية لغاية ساعات الظهر ما بعد ساعات الظهر بدك تنتبه من التوترات والتقلبات والعصبية في بعض الأوقات إجمالا عندك القدرة على السيطرة على هاي الأمور وبتقدر تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بوضع مالي معين أو تقلب مالي معين أو ممكن مصاريف أو مطالبات مالية يعني الوضع المالي ممكن يضغطك شوي فيسبب لك نوع من أنواع لإربك أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الظهر فتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول ولكن من ساعات الظهر زي ما حكينا القمر بده ينتقل للقوس بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي شوي يكون مربك أو يطلب منك الاهتمام لزيادة فما تهمل شؤونك العائلية نهائيا أو المنزلية أو المستجدات اللي لها علاقة بالعيلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي حادة يعني بيت العواطف عندك شوي بسبب لك نوع من القلق أو الإرباك ممكن يعني اليوم تتحسس بالزيادة عاطفيا ممكن تشعر بإهمال الحبيب بالفترة هاي ممكن شوي يصير فيه نوع من أنواع المواجهة أو الملاسنة ما بينك وبين الحبيب بسبب ضغوطات معينة طبعا بدك تحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتحمل الكلام لأنه أنت اللي بقيت ضعيف بالفترة الماضية ممكن التقاعص من عندك وممكن أنت اللي تكون غلطان أهمش أنك تبتعد عن الانتقادات تبتعد عن توجيه اللوم أو فرض الأوامر بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل على مستوى الصحة ما فيه يعني الضغوطات بلشت تتخف شوي شوي على مستوى بيتك السادس فعشان هيك ممكن تنجز أعمالك أو تهتم ببعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال بشكل قوي بالفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي زي أمور راتني مراجعة طبيب أو أدوية أو فحصات معينة ولكن إجمالا الوضع ما فيه أي مخاوف أما بالنسبة للبيت السابع فهنا برضو بتجيب لك نوع من أنواع النقاشات والحوارات اللي ممكن تكون ما بينك وبين الشريك يعني شريك المال أو شريك العاطفة أو ما بينك وبين الزوج فعشان هيك بدك تضبط عصابك قدر الإمكان حاول إنك ما تصاعد الأمور وما تكبرها وما تدخل بخلافات وهمية حاول إنه مش على أدفه الأسباب يصير خلافه نقاش وحوار وتعملوا مشكلة من لا شيء اضبطوا عصابك أهم شيء أنك تبتعد عن الانتقاد وتوجيه اللوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء حادة بشكل كبير على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك ممكن أنه تحتد أثناء مطالبتك لدين أو مطالبتك لشخص كنت كفلانه مثلا أو ممكن الطالب بحق من حقوقك إلو علاقة بالميراث أو بالأموال المشتركة ممكن تتعرض لبعض المسائلة أو فتح ملفات قديمة إلى المحاسبة إلها علاقة بوضع مالي معين حاول تنتبه لأي ورقة أو عقد ممكن تتوقع عليه بالفترة هاي وحاول تنتبه أثناء تعاملك في مسائل إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيحمل مفاجآت بالفترة هاي إلها علاقة إما بالسفر أو إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا سفر مفاجئة بتظهر على الساحة أو أمور تعليمية أو دراسة أو مسائل إلها علاقة بالجامعة أهم إشي إنه في بعض الأشخاص وهم كثر من موليد برج العدراء رح يهتموا بمسائل قانونية أو أشياء إلها علاقة بالمحاكم أو أوراق إلها علاقة بالحكومة عشان هيك يبتكوا تهتموا بهاي الأمور وما تخالفوا القوانين وما تهملوها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا إيجابية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل هي أغالبة على الإيجابية أكثر بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع الأشخاص اللي أنتو بتتعاملوا معهم أو على مستوى العمل أو على مستوى علاقاتكم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيجيب لك نوع من أنواع الضعف ممكن تستغل من بعض الأصدقاء وممكن أنهم يستدرجوك لشيء غلط حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان وحاول ما تندفع وتتهور لأنه عاطفيا أنت سلبي الزهرة موجودة في هذا البيت فعشان هيك بيشجعك وبيخلي لك الدنيا وردية حاول تكون حذر ومنتبه أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء المزيفين أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء ما فيها أي مشاكل على مستوى المتاعب فبعطي قدرة على إنجاز بعض الأمور اللي لها علاقة بالعمل وعلى إنجاز بعض الأمور على المستوى الصحي وبرضو ممكن تحملك بس قلق على مستوى أحد الأحبة أو أحد الأقارب أو اللي بعزوا عليك صحيا برج الميزان طبعا بالنسبة للميزان معروف بالنسبة للبيت الأول شوية المزاج عندك متقلب مش مستقر وبسبب لك نوع من أنواع التوتر بسبب الأحداث اللي بتمر فيها بالفترة هاي من كل سنة إنه الشمس بتكون موجودة في بيت المتاعب اللي هو في البرج اللي ما قبلك فعشان هيك بسبب لك نوع من أنواع التوترات والحدية والتقلب المزاج وبرضو بعض خيبات الأمل اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ اللي تأثر عليك شوي سلبيا أما بالنسبة لليوم النفسية بتصير أحسن شوي بتنشحن بنوع من أنواع الطاقة كل ما اقتربنا لساعات الظهر أكثر لأن القمر راح يصير في بيت حليف لا إلك أو برج حليف لا إلك اللي هو بيتك الثالث فعشان هيك حاول إنك تستغلها من ساعات الظهر أكثر وتضبط أعصابك لغاية ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الظهر بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئن هواجزك أهمش أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة من ساعات الظهر القمر بنتقل للبيت الثالث فعشان هيك بتنشطوا في أمور العلاقة بالتنقلات والسفر والاتصالات أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات وأثناء تعاملكم مع أحد الإخوي أو أحد الجيران حاول أنك يعني تكون تستغل سرعة البديهة وقدرتك على التحليل بشكل إيجابي بالفترة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت بتحمل نوع من أنواع الحدية أو إشي إلو علاقة بالبيت أو ظروف مثلا بتمر عليك إلها علاقة بالعائلة أو بالبيت أو مثل أعطال أو اهتمامات منزلية أو عائلية أو مشاكل أو حوارات أو نقاشات يعني ما تكون متقلبة أو مزيج على أمور إلها علاقة بالبيت بتكون ملفتة بالانتباه ولكن بتكون برضو بالاتجاه السلبي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي مع ساعات الظهر بتصير الأجواء إيجابية ودعمة لك بشكل قوي ممكن تعزز من خلالها علاقتك مع الأحبة أو مع الحبيب أو يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينكم الإيجابي ممكن تحمل مصالحة أو تلاقي أو ممارسة هواية معينة أو ممكن تلاقي مع أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي بدك تهتم فيها إشي العلاقة بأعطال على مستوى العمل أو تراكم عمل معين أو ظهور بعض المشاكل وفي منكم رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو المتابعات الطبية أو الرقابة الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فهو هنا شوي رح يضغطك المريخ على مستوى بيت الشراكي فهذا بسبب لك خلافات ونقاشات وحوارات أو تقلب بالمزاج أثناء تعاملك مع الشريك أو الزوج بالفترة هاي حاول تضبط عصابك قدر الإمكان فممكن تسبب لك نوع من أنواع التحسس أو التقلب بالمزاج أهم شيء أنك تضبط عصابك وما تحاول أنك تنفعل أو تتهور بإصدار القرارات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة إما أمر بتعلق بدين أو بقرض أو بأمور إلى علاقة بالتقصيد أو أشياء إلى علاقة بالميراث هاي الأشياء شوي ممكن تظهر ممكن تطالب ببعض الديون أو حقوق لا إلك أو يظهر عقد أو ملف شوي يطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أهم شيء أنك يتراجع وتدرسه بشكل جيد عشان ما تتسجل عليك بعض النقاط أو تخطأ بالتقدير يعني بدك تنتبه بشكل جيد وانتبه من بعض المحتالين أو الأشخاص اللي ممكن يستغلوك أو إنهم يستدرجوك لعمل مالي ويكون سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات الروتينية بتضل لغاية ساعات الظهر بعدين من ساعات الظهر بتصير الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة بالتواصل والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو العلم أو تطوير مسألة أو مثلا دورة معينة في بعض كرة راح يهتم لبعض الأوراق أو المعاملات القانونية أو القضايا القضائية فأهم إيش إنكم ما تهملوها وتعملوا فيها على أكمل وجه أما بالنسبة للامتحانات فبتكون تركزوا وما تعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة شوي ممكن يرسم لك الأحلام الوردية اللي منها ممكن تورط في مشكلة بدك تنتبه ما تخالف القوانين وما تجازف ما تمشي وراء رغباتك وملاذك بالفترة هاي لأنه شوي ممكن تكون المشاكل من خلالها حاول قدر الإمكان أنك تضبط نزواتك ورغباتك بالفترة هاي على مستوى العمل ممكن تظهر بعض المسائل أو بعض الأشياء اللي هي إلها علاقة بأشخاص إما بتتآمر عليك أو أشخاص يعني بتحاول إنها تورطك في مشكلة في مكان عملك أو تطلع على كتافك بمعنى آخر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن تعزز علاقاتك ويتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو عزومة مثلا وتسعد بلقاء الأصدقاء خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت زي ما ذكرنا إنه الشمس وعطارد موجودات في بيت المتاعب وهم بيضغطوك بشكل سلبي فعشان هيك ممكن يعني يصير في بعض الخلافات أو التطورات الصحية أو الأمور على مستوى العمل أو يخيب ظنك في بعض الأشخاص اللي ممكن إنهم يخذلوك بالفترة هاي برج العقرب طبعا القمر موجود عندك لغاية ساعات الظهر فعشان هيك اليوم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تلتقي أو تتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي من أفضل فترات الشهر إذا أنت استغلتها بشكل إيجابي من ساعات الظهر القمر راح ينتقل وصير في البيت الثاني فعشان هيك بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على أمالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين اللي ممكن إنهم يحتالوا عليكوا في بعض المسائل المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة وعصبية لأنه شوي برج الجدي هو البيت الثالث لإلك وبسبب شوي الضغوطات فعشان هيك عصبي حاد بطباعك متقلب بالمزاج انتبه ما تخلي عواطفك هي اللي تحكم خلي العقل هو اللي يحكم عندك مرضو أثناء امتحاناتك بدك تكون حذر إذا كان عندك امتحان أثناء تنقلاتك بدك تكون يقض انتبه أثناء حركتك أثناء قيادتك للسيارة من بعض الإصابات خلال هذا اليوم في منك رح يكون له تعامل مع أخ أو جار وممكن الأمر يكون فيه نوع من أنواع الإزعاج أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي يعني روتينية بواجباتك المنزلية أو العائلية بشكل روتيني ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو لقاء يجمعك مع أشخاص من العائلة أو ممكن أنك تحل بعض المسائل اللي لها علاقة بوضع البيت عندك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت على المستوى العاطفي متقلبة فعشان هيك بيسيطر عليك الوهم اللي بتعلق في أحد الأحبة ممكن بالحبيب نفسه ممكن بأحد الأبناء ممكن بأحد الوالدين فعشان هيك حاول أنك ما تخلي المشاعر تسيطر عليك بشكل كبير حاول أنك تستغل الفترة هاي بشكل إيجابي على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا المريخ بيأثر عليك بشكل سلبي أنه براكم عندك بعض الأعمال أو بتشعر بالتعب من إنجاز بعض الأعمال ممكن إرهاق ممكن توتر ممكن أشياء لها علاقة بمشاكل على مستوى العمل لبعض الأشخاص ممكن تظهر بعض الملفات الصعبة أو ما تقدر تنجز كل أعمالك أو يكون عندك عمل كثير فأنت اليوم تشتغل لساعات إضافية فهذا الإشي ممكن يتعبك صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فأورانوس زي ما حكينا برضو سلبي فعشان هيك اليوم بيجيب لك مفاجآت يعني أثناء تعاملك مع الشريك فبيجيب تقلب بالمزاج بيجيب حدية إصدار قرارات شوي بتحاول أنك تفرض رأيك على الشريك بالفترة هاي فهاي بتسبب لك نوع من أنواع الخلافات وخصوصا أثناء تعاملك مع الزوج أو مع شريك المال بدك تنتبه من إصدار القرارات وما تهمل موضوع العلاقة بالقضاء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الأموال المشتركة بتتعامل على حسب طبيعتك ممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة زي بنوك ضريبة تأمين أو قروض أو الاهتمام ببعض الدفع المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا هنا بدك تكون حذر من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالاستغلال أو الاستعطاف من أشخاص إما خارج البلاد أو أجانب أو أشخاص ممكن يهموك بشيء وهم كذابين يعني بحاولوا أنهم يعني يوجهوك باتجاه بيرضيهم هم ومش بيرضيك أنت حاول أنك تكون حذر وتحلل الأمر بشكل إيجابي وما يأثر عليك سلبيا إذا كان فيه أمور إلها علاقة بالأوراق أو المعاملات القانونية بدك تكون حذر من بعض المضللين أو الأشخاص اللي ممكن يورطوك بمشائل قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وهي اللي بتحميك شوي أنه أنت بتكون صاحي لبعض الأمور ممكن اليوم أنك تهتم بتعزيز سمعتك أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمكان العمل أو تقديم طلبات عمل أو أشياء لها علاقة بعلاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم نشط جدا اجتماعيا عندك رغبة للتواصل للتنقلات للحوارات لللقاءات للتواصل مع الأصدقاء والأحبة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين ممكن تسعد بلقاء بعض الأشخاص خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب يعني ما فيها الكواكب تضغط عليك ولكن هو نفسه الميزان هو مضغوط فعشان هيك بدك تنتبه من تراكم بعض الأعمال أو أمور لها علاقة بعمل ممكن يكون مربك بالنسبة لها إلك ما تأجل أعمالك ليوم ثاني وبرضه انتبه لصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ راقب وضعك الصحي وبرضه ممكن تحملك نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو تقوم أنت بزيارة مريض أو تتفقده أو ممكن أنه تطمئن على حاله برج القوس طبعا ما زالت الأجواء حادة وضاغطة عليك وبتظلها مسببت لك نوع من أنواع التوتر لغاية ساعات الظهر بتحس أنه من الآن لغاية ساعات الظهر أنك متقلب بالمزاج حاد الطباع متسرع في اتخاذ بعض القرارات شوي بكون مزاجك عصبي متقلب متحجج بأي شيء تعمل مشكلة ولكن من ساعات الظهر شوي الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة بتحس بنوع من أنواع النشاط والقدرة والحيوية بتظهر بشكل كبير ممكن تتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك الأجواء إيجابية وممكن تمتلئ بالنشاط والحيوية مع ساعات الظهر فعشان هيك تحاول أنك تخلي الأمور روتينية لغاية فترة ساعات الظهر يعني ما تجازف بسلامتك وما تجازف حتى بمعنوياتك وحيويتك بالفترة من ساعات الظهر الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المصاريف أو الأعباء أو الضغط أو القلق من وضع مالي معين أهم مش أنك تضبط أعصابك أثناء تصريف أمورك المالية ما تتهور ما تراكم بعض الأمور وما تستاء من الوضع المالي فترة والأمور بتتحرك بشكل إيجابي أهم مش أنك تحافظ على أموالك من الصرقة والضياع أو من بعض المحتالين أو الصرف بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتشحنك مع ساعات الظهر بطاقة إيجابية عالية جدا بصير عندك قدرة أو رغبة للتنقلات والحوارات والاتصالات سرعة البديهة بتزيد عندك أكثر وبصير عندك نشاط عالي للتواصل برضو هاي بتزيد من حيويتك ورغبة الجنس الآخر لا إلك في اللي عنده امتحان أو مقابل إلى غاية ساعات الظهر بده ينتبه ما يعتمد على الحظ نهائيا وانتبهوا أثناء تنقلاتكم خصوصا بالسيارة أو أثناء الحركة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت الرابع بتظهر بعض المشاكل البيتية أو العائلية أو المنزلية ممكن تترك مسألة إلها علاقة بالعائلة أو تطور مسألة معينة تضغطك بشكل سلبي أو ظهور بعض العقبات على بعض المسائل العائلية اللي شوية تكون مربكة أم إش أنك ما تتزمت برأيك وما تكبر المشاكل أو تكبر الفجوة ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالمريخ بضغطك على المستوى العاطفي فعشان هيك بسبب لك بعض التقلبات بالمزاج أو الاستياء من الحبيب أو من أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة مثل الوالدين بيجيب لك بعض المشاكل أو الحكم الخطأ على الحبيب بالفترة هاي حاول تضبط أعصابك ما تندفع وما تتهور بإصدار القرارات اللي ممكن تكون مش لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا من أورانوس برضو ضغطه هاي بتجيب لك مشاكل على مستوى الصحة أو على مستوى العمل فممكن يصير مشاكل معينة ضدك أو الأعمال ما تمشي بالشكل اللي بدك هي أو يرتفض إشي العلاقة بالعمل بالفترة هاي أو ما تقدر تنجز كل أعمالك ممكن تظهر بعض المسائل الصحية المربكة خلال هذه الفترة بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتزيد قدرة أو ثقة أو قدرة التواصل ما بينك وبين الشريك أو الزوج كل ما اقتربنا لساعات الظهر وبتعزز من علاقتك مع الزوج وممكن تحملك نوع من أنواع المصالحة أو تتراجع عن قرار سابق يعني من الأشياء اللي تراكمت عليك بالفترة الماضية أو اللي ممكن تتراكم حتى من الآن لغاية ساعات الظهر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة يعني بدك تدير بالك على أموالك من السرقة أو من الضياع أو من المحتالين أو من النصابين أو من أنك تبادر بمغامرة مالية مش محسوبة بشكل جيد فتخسر من خلالها كثير من الأشياء أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات لبعيدة وحوارات أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو أشياء إلها علاقة بجامعة أو امتحان مثلا أو مقابلة أهمش أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ إذا ظهرت أمور إلها علاقة بالقضاء ما تهملها نيائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا النهار فممكن تعزز من سمعتك أو من ثقتك بالنفس أو من علاقاتك وممكن تنجز بعض الأعمال المشتركة بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل يعني على مستوى السمعة الأمور ممتازة وعلى مستوى العمل برضو بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض الأشياء الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء اللي ممكن أنهم يساعدوك في مسألة معينة أو يهتموا فيك بشكل إيجابي وكبير أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زالت الأجواء زي ما ذكرنا القمر موجود فيها لغاية ساعات الظهر ابتعدوا عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواء زي ما حكينا بتصير إيجابية ولصالحك برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول أنتم مضغوطين بشكل كبير بالفترة هاي شوي عندكم نوع من أنواع الضغط فهذا بسبب لكم نوع من أنواع التوتر بسبب الكواكب اللي موجودة عندكم واللي بتشكل زوايا حادة كلها مع المريخ فعشان هيك بتقلب المزاج عندكم بشكل سريع وبشكل كبير وبتتحسسوا بسرعة هائلة جدا طبعا بتكون تنتبهوا بشكل كبير الفترة هاي وخصوصا أنه القمر قاعد بتحرك باتجاه بيت المتاعب مع ساعات الظهر رح يكون موجود بالقوس فهاي رح يدخلكوا بفترة شوي فيها نوع من أنواع يعني الأعطال أو الهموم أو المشاكل أو الاستياء من بعض الأمور أو الشعور بالتعب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه فيها بعض الحلول على المستوى المالي أو حل وضع مالي معين ممكن كان مربك بالفترة الماضية ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزمات بالفترة هاي ممكن تقلق بشأن وضع مالي معين أو زيادة المصاريف عليك حاول أنك تبتعد عن المشتريات الغير ضرورية والمصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا برضو ضاغطة على مستوى الحوار والنقاش سرعة البديهة عندك مش عالية شوي متقلب بالمزاج عواطفك بتسيطر عليك بشكل أكبر ممكن أنه شوي أي شخص يشحنك بطاقة سلبية بالفترة هاي يحاول تضبط عصابك من التسرع وبرضو من اتخاذ القرارات اللي ممكن تكون صعبة وممكن تفهم بعض الأشياء بشكل مغلوط فعشان هيك بدك تركز وتبتعد عن إصدار القرارات وانتبه أثناء تنقلاتك وحواراتك ونقاشاتك من بعض الالتباسات يعني بدك تحاول أنك تكون واضح إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع ففي أجواء حادة لها علاقة بالبيت أو بالعائلة وهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق ممكن تظهر بعض المشاكل أو الخلافات أو الاهتمامات البيتية أو أعطال مثلا تهتم فيها بشكل كبير أو مشكلة بتتعلق بالبيت أو بالعقار يعني حاول تهتم بهذه المسائل بدون تسرع بدون اتخاذ قرارات شوية تكون حادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو أورانوس بيسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل السلبية حساسيتك عالية ممكن أنها تظهر خلاف ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين ممكن يصير بعض الخطأ أو الالتباس أثناء التعامل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بدها شوية تركيز على المستوى اللي له علاقة بالعمل واللي له علاقة بالصحة الأجواء مش ضاغطة بشكل كبير يعني ممكن تنجز عمالك أو تهتم بعمل معين أو بعلاقتك بمكان العمل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن تظهر بعض المسائل الصحية اللي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بالفترة هاي فما تهم العملك وما تهم الوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الزهرة هنا بتخلي حساسيتك عالية أثناء تعاملك مع الشريك شريك المال أو العاطفة أو ما بينك وبين الزوج فشوي بدك تكون حذر من التقلبات بالمزاج أو الاستياء أو الشك أو الغيرة أو الاندفاع والتهور بإصدار القرارات بالفترة هاي ما تظلم الشريك بالفترة هاي برضو حس بالوضع اللي هو فيه ممكن برجه شوي ضاغط عليه مش الإهمال بكون إلو سبب إنه هو بده يهملك بس فبرضو إلتمس له عذر حاول تحلل الأمور بمنطقية وعقلانية بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم فيها اليوم بشكل كبير ممكن أمور إلها علاقة ببنك بعقد بضريبة تأمين مستردات مالية أمور حسابية تطلب منك تدقيق بشكل كبير ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالميراث أو أشياء إلها علاقة بإرث قديم أو دين أو أشياء أنت مثلا عقد أو موضوع إلو علاقة بالغيبيات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو علاقتك مع الأجانب الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبشكل إيجابي وبتعزز من علاقاتك وقدرتك على التواصل حتى على مستوى الدراسة والامتحانات والاهتمام بالقضايا القضائية أو الأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات الحكومية أما بالنسبة لبيتك العاشر فعلى مستوى بيت السمعة ما في أي مشاكل الأجواء تقريبا إيجابية وتدعمك بقوة خلال هذا اليوم برضو بتعزز من علاقتك وثقتك بالنفس وبتطور من علاقتك أو بتوطد من علاقتك أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الفترة هاي فيه مميزة للتحالف للتعاون وللمشاركة الفعلية واقتناس لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة معك فرصة لغاية ساعات الظهر بكل الأمور اللي إحنا ذكرناها بعدين من ساعات الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم اللي انتباه أكثر لصحتكم ما توقع على عقد وما تحسم أمر هاي الفترة انت داخل على فترة سلبية لحديث ما يوصل القمر لعندك فعشان هيك بدك تكون متهيئ ان الفترة هاي فارغة من الطاقة وفارغة من الحظ فما تجازف وما تغامر وممكن تحملك نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول القمر موجود في بيتك العاشر بيت السمعة وبدو ينتقل على بيت الأصدقاء حاول بالفترة هاي تستغلها أنه نفسيتك أحسن عندك قدرة على التركيز بشكل أكبر وبرضو عندك قدرة على إنجاز الأعمال فالفترة هاي بدك تستغلها بشكل إيجابي قبل ما يصل القمر الجدي لبيت متاعبك فحاول تنجز كل أعمالك بخلال اليومين القادمات يبل ما أنها توصل المرحلة لأنها تتعركس الأمور وما تقدر تنجز شيء أو تتراكم عندك بعض الأعمال بالفترة القادمة اليوم المزاج جيد وعندك قدرة ورغبة لإنجاز كثير من المهام اللي أنت حاطها على جدولك اليومي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ما زالت مربكة شوي بتظهر بعض المسائل المالية المربكة أو بعض الالتباس على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمال أهمش أنك تقلل من مصاريفك تحافظ على أموالك ما تجازف وما تغامر ما تحاول أنك تبذر أموالك بشكل سلبي في بعض موليد برج الدلو ممكن يحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو تطمينات لمساعدات قادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فالمزاج عندك حد وعصبي وردات الفعل عندك سريعة وممكن تتخذ بعض القرارات الخاطئة في الفترة هاي أضبط عصابك قدر الإمكان ابعد عن المجازفات والمغامرات قدر الإمكان برضو إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وخصوصا أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك أثناء امتحاناتك أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا على مستوى البيت بتجيب مشاكل مفاجئة أو أحداث مفاجئة أو أعطال مفاجئة فعشان هيك بدك تكون مهيئة لأنه أورانوس سلبي ورح يسبب بعض الأشياء اللي لها علاقة بالبيت والاهتمامات العائلية أو المشاكل العائلية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ ممكن بعض التطورات أو القلق على وضع عائل معين أو على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة بتعزز من علاقاتك العاطفية وقدرتك على التواصل مع الحبيب بالفترة هاي ممكن هو العاطفة شوي هي الجياشة أكثر شيء عندك بالفترة هاي أو مسألة عاطفية شوي اللي مؤثر عليك بالفترة هاي حاول أنك أنت تركز بشكل جيد وبتمشي الأمور إن شاء الله أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بدك تهتم الزهرة اليوم منتحسة وهي في بيتك السادس وهاي بتجيب لك أوهام إلها علاقة بالعمل أو بالصحة فحاول قدر الإمكان بالفترة هاي إنك تنتبه لحالك ما تتوسوس وما تتوهم بعض الأمور وبرضو بنصحك نصيحة إنه إذا عندك عملية تجميلية بالفترة هاي الزهرة منتحسة ما تغامر فيها برضو اهتم بصحتك اهتم بأعمالك وما تعيش الوهم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي تقريبا أصبحت يعني روتينية بتتعامل متفقين على كل شيء بتتعاملوا على حسب طبيعتكم وخصوصا أثناء تعاملكم مع الأزواج أو مع شركاء المال يعني بتتعاملوا على حسب الطبيعة أهم إشي إنه بالفترة هاي ما تتجازفوا بقضية قضائية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك بقوة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتحصل لك بعض الدعم أو القروض أو الديون أو المساعدات اللي بتجيك بشكل مفاجئ أو أشخاص ممكن تساعدك بدعم معين ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بميراث أو إلها علاقة بديون اللي إلك بتحاول تحصلها أو بتحاول ترتب الوضع المالي على حسب ما بناسبك ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا إلك اهتمامات اليوم بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو بالجامعات أهم شيء إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض لأنه يعني ما بتدعمك بالحظ بشكل كامل فعشان هيك بدك تتعب شوي وتدرس شوي عشان الأمور تصير ممتازة اللي عنده قضية قضائية أو أوراق قانونية حاول أنه ما يهملها ويتممها على أكمل وجه أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الأجواء بما أنه القمر موجود في البيت العاشر وبدو ينتقل فعشان هيك حافظوا على هدوءكم ما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك في ساعات الظهر طبعا القمر رح ينتقل لبيت الأصدقاء لبيتك 11 فعشان هيك رح تنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة في منكم رح يسعد بلقاء صديق معين أو اتصال من صديق وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة زي ما حكينا أو ممكن مبادرة من صديق لمساعدتك في أمر ما أو أنه يعني يتعاون معك في مسألة ما يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيت الصداقة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي بيجيب الأعطال هو اللي بيعطل ويخلي بعض الأشخاص يوهموك ببعض الأمور ممكن بعض المشاكل على مستوى العمل تظهر من بيت المتاعب عندك حاول ما تجازف وما تغامر بمكانتك أو بعملك وبرضو حافظ على صحتك قدر الإمكان الفترة هي بتحمل قلق على المستوى الصحي وبرضو على مستوى أمور إلها علاقة بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا القمر موجود بمكان جيد بالنسبة لك بعطيك طاقة كبيرة لغاية ساعات الظهر بعدين من ساعات الظهر شوي ممكن يتقلب المزاج عندك أو يصير عندك شوي رغبة أو مزاج حد شوي فحاول تستغل الإيجابية لغاية ساعات الظهر عشان تكون الأمور إيجابية ودعملة لك وتستغل من منافعها اللي تساعدك لأيام القادمة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بأشخاص أو بعلاقات أو بصداقات أو بالتواصل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ضغطة على المستوى المالي وبتعطيك رغبة بالمصاريف أو الدفعات أو بتظهر لك بعض الالتزامات اللي إلها علاقة إما بالبيت أو إلها علاقة بمصاريف طبية شوي في بعض الأشياء المحبطة خلال فترة هاي ماليا أو ممكن إنه تندفع بمشتريات أنت مش بحاجتها فما تجازف بأمورك المالية في منك رح يحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن زي ما حكينا ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ممكن تحدث لك مفاجآت على مستوى إما تنقل مفاجئ أو اتصال مفاجئ أو حوار مفاجئ أو امتحان مفاجئ أو مقابل مفاجئة حسب وضعك ممكن واحدة من هذولا تكون يعني هي المسيطرة الفترة هاي حاول إنك تضبط عصابك ما تندفع ما تتهور استعد أثناء دراستك يعني ادرس بشكل جيد على أساس إنه إذا انحطيت في موضع امتحان تكون جاهز وانتبه أثناء تنقلاتك حواراتك لأن عصبيتك بتكون حادة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية ما في أي مشاكل يعني بتهتموا ببعض المسائل العملية أو العمال المنزلية أو الاهتمامات بمشتريات أو ترتيبات أو مشكلة عائلية بشكل روتيني ما في أي شيء ضاغط يعني على حسب طبيعتك أنت بتدير الأمور ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو العقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا اليوم الأوهام عالية جدا على مستوى العواطف عشان هيك ممكن تشك بالحبيب أو ممكن أنه صير التباس ما بينك وبينه ممكن تتحسس من موقف أو من تصرف معين هذا الإشي اللي ممكن يسبب نوع من أنواع الإرباك أو يسبب مشاكل معينة ما بينكم حافظ على رصانتك وعلى تحكمك بعصابك ما في داعي للخلافات ممكن تقلق على أحد الأحبة ممكن الحبيب نفسه أتقلق عليه أو على أحد الأبناء أو على أحد الوالدين الفترة هاي ما فيها حظ كامي كامل فعشان هيك بدك يعني تعتمد على جهدك أكثر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة الأجواء صارت تتحسن بشكل إيجابي وبرضو بتعزز من قدراتك الصحية كل ما اقتربنا برضو لساعات الظهر بتصير إيجابية أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فالشمس وعطارد بساعدوك للتواصل مع الشريك أو القدرة على التحاور مع الشريك أو إقناع الشريك في بعض المسائل ولكن حاول قدر الإمكان يعني الأجواء إيجابية بتدعم من علاقتكم وبتعمل تقارب وممكن تتراجعوا عن قرارات سابقة ولكن حاول أنك ما تتحكم وتفرض الأوامر يعني وتتصلب برأيك حاول تكون مرن وتحاور بكل الليون أو بكل المستطاع أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ممكن اليوم تنشغل ببعض المسائل المالية المشتركة أمور إلها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين ميراث مستردات مالية ديون لإلك بتحاول تحصلها بتحاول تنهي مسألة إلها علاقة بالعقود المالية أو تهتم بعقد ما كلها هاي أمور مفتوحة خلال هذا النهار وبرضو دعم لإلك وقوي وممكن إنها تفيدك بكثير من المسائل أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فيه ورح يستمر فيه لغاية ساعة الظهر فبتستعيد حماستك بشكل أكبر وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وكمان ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار الفترة هاي من أجمل أيام الشهر حاول إنك تستغلها بشكل إيجابي لغاية ساعات الظهر بتكون الفترة هاي أنت عندك دينماكية عالية وبتشكل محطة لانطلاق بورشة جديدة ممكن تسعد باتصاله من الخارج أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد اللي عنده امتحان الأمور رح تكون ممتازة ولصالحك من ساعات الظهر بتدخلوا في بيت السمعة أو القمر بتدخل لبيت السمعة ممكن تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية فترى مناسبة للي بيبحث عن عمل اتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء الأجواء جيدة ممكن تدعم ما بين علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء وهذا بسبب لك خلاف أو نقاش أو حوار حاد ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن سوء تفاهم ممكن تعتب عليه بسبب إهماله الأهم أنك أنت تضبط عصابك ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فعشان هيك بتقدر تسيطر على أعمالك أو تنجزها بالوقت المحدد وممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالصحة وهاي برضو إيجابية ممكن تجد علاج معين أو تتحسن أمورك الصحية بشكل أكبر خلال هذا النهار برضو ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء